أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان حضراتكم اسمحوا لي في بداية حلقتنا النهاردة أتكلم عن أمر شديد الأهمية الشائعات وخطورتها على الصناعة الوطنية طبعا كلنا سمعنا عن مصنع بيرامدز في جنوب بورسعيد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد هذا المصنع هو الأطخم في منطقة الشرق الأوسط لتصنيع إطارات السيارات والسابع عالميا هو ينتج منتجات غاية في الأهمية ومقاسات مختلفة وبيصدر النهاردة لحوالي عشر دول فجأة قالوا هذا المصنع هيتنقل بالكامل لأحدى الدول العربية وإن استثماراته اللي حجمها تلات مليارات جنيه تنهار في مصر طبعا هذه الشائعات غرضها بس الإحباط في نفوس المصنعين والمستثمرين ولكن الحقيقة اتكشفت في زيارة هامة جدا قام بيها اللواء المحترم عادل الغطبان محافظ برسعيد والدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إلى هذا المصنع العملاق هذا المصنع بينفذ النهاردة توسعات كبيرة جدا هتزود عملته من 1500 عامل لحوالي 4000 عامل والدول اللي بيصدر لها اللي عددها النهاردة 10 دول بيخطط أنه يصدر لـ 18 دولة وأنه يبقى من أكبر أربع مصانع في العالم لإنتاج إطارات السيارات أكيد كلنا بنزعل لما نشوف الإطارات تأتي من الخارج وأسعارها بقت فلكية النهاردة الصناعة الوطنية بقت قادرة على إنتاج هذه الإطارات وبمختلف مأستها ولجميع أنواع السيارات الوزير والمحافظ كان في قمة دهشتهم خلال الزيارة والجدع إبراهيم جودة مؤسس مصنع برمز لإطارات السيارات يشرح خطة التوسع هذا الرجل تموحه بلا حدود حتى لو أنشأ مصنع آخر في إحدى الدول العربية لن يفرط في الصناعة الوطنية ده كلام أنا سمعت منه شخصيا احذروا 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 شائعات الإحباط وتدمير الصناعة الوطنية خليكم معنا عشان نشوف فقراتنا أيه النهاردة في برنامج الجدعان